بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة اليوم سنستكمل رحلة العلم اللدني وكما وعدتكم في لقاء سابق سنركز في هذا اللقاء على موضوع الأمانة التي حملها الإنسان الله تعالى يقول إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ والجبل فأبين أن يحملنها وأشفقن منها يعني خافوا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الإنسان بظلمه لنفسه وجاهله بما ينتظره حملها طيب ما هي الأمانة؟ طيب بعض الملحدين يقول لك أنا لم يستشرني الله لم يخيرني ولم يعرض علي الأمانة فلماذا يحاسبني على شيء؟ أنا لم أوافق عليه مسبقا سنقول له انتظر أخي في الإنسان ينتظر سنثبت لك أن الأمانة موجودة في كل خلية من خلايا جسدك وأنك أنت من تختار طريق الشر أو الخير العلم اللدني أيها الأحبة قلنا إنه علم يقع خارج حدود العقل البشري ويقوم أساسا على علم الغيب يعني أنت إذا استطعت أن يكون لديك علم الغيب تعلم المستقبل وهذا مستحيل طبعا لأنه هو علم على فكرة هو علم وهذا العلم الله اختص به نفسه والله يهب هذا العلم لمن يشاء أو شيئا من هذا العلم كما وهبه لسيدنا الخضر عليه السلام عندما قال وآتيناه من لدنا علما فالخضر عندما ركب في السفينة رأى أن هذه السفينة لمساكين هذا من علم الغيب سيدنا موسى لم يعلم هذه المعلومة ورأى أن هناك ملك على شاطئ آخر ينتظر هذه السفينة الجديدة ليغتصبها كان يأخذ هذا الملك كل سفينة غصبة وعلم أن هؤلاء مساكين لو فقدوا سفينتهم ربما يموتون جوعا لأنهم ينفقون على أهلهم وعيالهم ويعيشون من وراء هذه السفينة فهنا من رحمة الله بهم أن الخضر علم كل هذه المعلومات والله تعالى أعطاه القدرة على اتخاذ القرار أيضا فما هو أفضل قرار في هذه الحالة علم أيضا من علم الغيب أن هذا الملك ينتظر السفن الجديدة السفن التي فيها خرق مثلا لا يأخذها فقط يأخذ السفينة الجديدة وهذه السفينة كانت جديدة لم يفرحوا بها بعد فخرقها سيدنا موسى بعلمه البشري على الرغم من أنه من علماء هو نبي وهو كلم الله يعني لا يوجد أعلم منه يعني حقيقة مع أن الله يقول وفوق كل ذي علم عليم يعني بمقاييس العقل البشري هو أعلم أهل الأرض تقريبا ولكن بما يتعلق بالعلم اللدني سيدنا موسى حاول أن يفهم هذه القضية لم يفهمها لم يحط بها خبرة كما قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا يعني أنت علمك هكذا وعلم الخضر هكذا دائرة كبيرة لن تستطيع أن تستوعب لماذا لأنك لم تحط به خبرا ليس لديك أخبار هذا العلم وحقائق هذا العلم حتى إن الخضر قال لموسى عندما جاء عصفور ونقر نقر قطر من الماء من ماء البحر فقال له ما علمي وعلمك في علم الله بالنسبة لله يعني لعلم الله إلا كما نقر هذا العصفور من ماء البحر يعني حتى علم الخضر أضف له علم موسى يعني العلم البشري والعلم اللدني كل هذا العلم الذي أوتيه نبينا موسى ونبينا والعبد الصالح الخضر لا يساوي إلا قطرة من بحر علم الله سبحانه وتعالى فسيدنا موسى اعترض وقال له أخرقتها لتغرق أهلها إذن سيدنا موسى استخدم المحاكمة العقلية الطبيعية التي فطر الله الناس عليها أخرقتها لتغرق أهلها لأننا هكذا نفهم عندما نرى إنسان يكسر زجاج السيارة ما هو الهدف يعني أكسرته لتسرقها لتخربها يعني هكذا نفهم نحن ففي نهاية القصة قال له فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعبها لماذا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة إذن سيدنا الخضر فعليا على أرض الواقع قدم لهم خدمة عظيمة جدا لأن إصلاح هذا اللوح الخشب الذي خلعه لن يكلف إلا دراهم معدودة بينما لو أن هذا الملك أخذ السفينة ربما يعني تتحول حياة هؤلاء المساكين إلى حياة تعيسة بائسة جدا انظر يعني هنا نريد أن نتأمل ما هي الأمانة الأمانة أخي الحبيب كما أفهمها أنا هي قدرتك على اتخاذ القرار الصحيح أو الخاطئ الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذن الملائكة خلقها الله بطريقة معينة كلها خير الحيوانات أو البهائم ليس لها قرار سوى في أن تأكل وتشرب بغري زيان ولكن هل رأيتم قردا يبني مثلا بناء أو يؤلف كتابا أو يفعل أي شيء لا يوجد اتخاذ القرار هو قاعدة العمل الإبداعي يعني أنت في شركة مثلا إذا لم تعطي قدرة على اتخاذ القرار للمدير سيتحول إلى آلة ميكانيكية تقول له افعل كذا 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 كل يوم وانتهينا أصبح مثل روبوت عندما تقول له خذ تحمل مسؤولية واتخذ القرار المناسب سيبدأ هذا المدير بالتطوير والتحديث والتعديل وزيادة الأرباح وكذا إلى آخره فرق كبير بين إنسان يعمل كآلة ميكانيكية وإنسان يتخذ قرارات إبداعية يطور يعمل ولولا هذه الحرية في اتخاذ القرار لم يستطع الإنسان أن يعمر الأرض وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ما معنى خليفة؟ يعني أعطيه الحرية على اتخاذ القرار فيحكم الأرض لذلك من هنا الملائكة الملائكة لم يعترضوا على كلام الله حاش لهم أن يعترضوا ولكن الملائكة أحبوا أن يستفسروا من الله عز وجل يعني هو سؤال استفساري وليس اعتراضي قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني لماذا لا تخلق مخلوقات أيضا تسبح بحمدك وتقدس لك مثلنا قال إني أعلم ما لا تعلمون فالله عز وجل ميز آدم عليه السلام بالعلم بالقدرة على العلم والابتكار والتطوير فالملائكة تأخذ المعلومات مباشرة من الله لا تطور لا تغير لا تبدل بينما الإنسان يستطيع أن يستنبط ويدرك ويعمر الأرض ويخترى الطائرات ويبحث عن الرفاهية يبحث عن الاكتشافات الاختراعات إلى آخرين كل هذا بسبب قدرته على اتخاذ القرار طيب لماذا الحيوانات لم نرى حيوان واحد يفصل لباسا ويلبسه مثلا لم نرى حيوان واحد يعد وجبة الطعام مثلا لماذا ليس لديهم قدر على اتخاذ القرار فقضية اتخاذ القرار أو الأمانة قضية ترفع الإنسان حتى إلى مستوى الملائكة أو أعلى حتى إذا اتق الله أو تنزل به إلى دون البهائم أولئك كالأنعم بل هم أضل إذا الحد ولم يعني يتبع تعاليم القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى طيب الملحد الذي يقول أنا لم يخيرني الله بالأمانة نقول له لا خيرك الله ما هو الدليل سؤال بسيط أنا سأطرحه على هذا الملحد سأقول له الآن أنت لديك حرية اتخاذ القرار تستطيع أن تؤمن أو تلحد تأكل أو لا تأكل تلبس هذا اللون أو هذا اللون تأكل هذا الطعام أو هذا الطعام تركب في الطائرة أو في السيارات تفعل ما تشاء طيب هل تقبل أن تتحول إلى أن تكون حياتك مثل حياة الأنعام مبرمجة لا إرادة لك فيها لا أحد يتمنى ذلك هذا دليل على أنك قبلت بالأمانة لاحظت أخي الحبيب أنت الآن قبلت بها الآن يعني أنت الآن تقبل بها لا ترفضها فهذا دليل على أنك قبلت بها قبل أن تخلق في عالم الذر وأنت قبلت وستقبل بها حتى تموت لن تترك هذه الحرية حرية الاختيار اليوم هناك الشعوب تموت في سبيل ماذا؟ الحرية الإنسان يبذل نفسه ليتحرر ليصبح صاحب قرار هذا يدل على أن الإنسان منغمس في الأمانة لا يريد يقاتل من أجل الحرية ما هي الأمانة؟ الحرية حرية الرأي حرية الاختيار حرية الاعتقاد هذه هي الأمانة فإذن عندما يأتي ملحد ويقول أنا لم يستشرني الله عندما خلقني أنه سيحملني الأمانة لم يعرض علي الأمانة أصلاً لأختارها طيب سنقول له اعمل تجربة بسيطة الآن مع نفسك واسأل نفسك هل تتمنى أن تكون أنت نفسك؟ هل تتمنى أن تكون مثلاً قرد أو حيوان ما؟ أو مثلاً كائن من الأنعام تساق وتذبح وتؤكل وكذا؟ أم تحب أن تكون بشر لك قرار ولك رأي ولديك قدرة على اتخاذ هذا القرار لا أحد يقول لك أنا لا أتمنى أن أكون إنساناً فهذا يدل على أنك رضيت بالأمانة ولازلت حتى الآن ترضى بها وسوف تبقى متمسكاً بها طيب بما أنك الآن صاحب قرار أيها الملحد ما الذي يمنعك أن تؤمن بالله؟ تقول أنا عقلي هداني أنه لا يوجد إله للكون لأنه لا يوجد أدلة على وجود الله طيب أنت أمامك طريق تسير فيه باتجاه نار جهنم يقول لك أنا لا أعترف بنار جهنم طيب يوم القيامة ستموت وستقف أمام النار وسيقول الله لك عن هذه النار أفسحر هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أنت من تقود نفسك لنار جهنم بينما بإمكانك أن تؤمن بالله تستفيد من ميزات الإيمان بالله الطمأنينة ثقة الناس يا أخي الناس لا تثق بالملحد دراسات علمية نحن عرضنا لجامعات عالمية أجروا دراسات موسعة جدا تبين أن معظم الناس لا يثقون بالملحدين يعني أنت عندما تؤمن بالله تصبح محل ثقة بالنسبة للناس وهذا فيه مصلحة إذا أصابك مرض العلماء يقولون المؤمن أكثر قدرة على التعافي وتحمل الآلام وتحمل إجهادات العمل حتى إذن هناك ميزة للإيمان تستفيد منها كمصلحة شخصية نتحدث عندما تقيم الصلوات الخمس وتحافظ على الطهارة أنت تتخلص من البكتيريا الضارة ومن كثير من مشاكل الفم والجلد وإلى آخرين الطهارة والنظافة هي أساس الطب الوقائي وأساس الوقاية من الأوبئة والأمراض مثل كورونا مثلا لذلك أيها الأحبة الطريق إلى الله طريق سهل مجاني طريق جهنم مدفوع وصعب أنت تستطيع في أي لحظة أن تقول لا إله إلا الله أن تتواصل مع الله أن تتوضأ وتقف بين يد الله وتصلي سهل مجانا تستطيع أن تصوم مجانا تستطيع أن تعفو عن الناس لا يكلفك شيء تستطيع أن تبر والديك وتحسن للناس بينما طريق جهنم الزنا يحتاج إلى أموال إلى وقت إلى بذل جهد وإذا أصبت بأمراض تحتاج إلى علاج للأمراض منقولة جنسيا أو إذا حصل عنف منزلي وفضائح وغير ذلك وحمل وكذا مشاكل كثيرة أيضا ساد تدمر حياتك هناك رؤساء ومسؤولين خسروا مناصبهم من أجل إمرأة فضيحة أخلاقية لحظ أخي الحبيب إذن الأمانة التي أعطاك الله إياها أيها الإنسان هي تكريم لك ولكن كثير من الناس لم يكن أهلا لهذه الأمانة باختياره هو وليس بإجبار الله له لأن الله لو أراد أن يجبر الناس لآمنوا جميعا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إذن لا إكراها في الدين نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا إن شاء الله الحديث طويل جدا وفيه مواضيع يعني مؤقدة نوعا ما ولكن نحاول أن نبسطها بإذن الله تعالى بناء على هذا العلم العلم اللدن علم سيدنا الخضر عليه السلام نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا وإياكم من لدنه علم إنه على كل شيء قدير وإلى لقاء قريب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق حقا ترجمة نانسي قنقر شكرا